السلام عليكم أهلا وسهلا بكم معزيزين المسانين في الحلقة الجديدة والخامسة من برنامج اصدع نجاحك بنفسك واليوم سنتكلم عن صفة ضرورية من أجل النجاح وهي صفة الالتزام ويقولون الخبراء أن الرجل الأكثر التزاما هو الأكثر نجاحا لذلك إخواني الله فاضل تعتبر الصفة هذه ضرورية جدا من أجل النجاح وكل إنسان ملتزم إخواني الله فاضل تجده هو الأكثر التزاما بالخطط وبالأهداف التي هو يضعها عشان هيك بنقول لك اخي الفاضل اذا انت حبيت تكون رجل ناجح عليك الاتصاف بتلك الصفة والتمسك بها بشكل ضروري واساسي ولماذا اخواني الفاضل الرجل المتزم هو الاكثر نجاحا لسببين لان اخواني الفاضل بكون هو الاكثر قدرة والصبر على حل المشكلات والالتزام والعمل على حلها ايضا هو يكون الاكثر التزاما بتنفيذ الخطط التي وضعها لنفسه وبالتالي سوف يحقق اهدافه عشان هيك بنقول اكثر الرجال نجاحا هم الاكثر التزاما ويقول فينس لومبردي اخواني الفاضل ان معظم الناس يفشروا ليس بسبب الافتقار للرغبة وانما بسبب عدم الالتزام عشان هيك بنقول لك اخي الفاضل اذا انت حبيت تنجح في هدف او تحقق انجاز لازم انت تلتزم بتنفيذ هذا الهدف او الخطة اللي انت وضعها من اجل تنفيذ هذا الهدف ويعتبر ايضا الالتزام هو احد مبادئ النجاح لماذا؟ لانه يؤثر على طريقة تفكيرنا وسلوكياتنا والاجرات اللي احنا بنتخذ اخواني الفاضل فمثلا يعني لو انت حبيت تعمل نظام يعني جديد او عادة جديدة او تطبق مثلا نظام رجيم على نفسك فبالتالي سوف تعمل على ترك العادات السيئة في الطعام والعمل على اكتساب عادات صحية جديدة عشان هيك احنا بنحكي مدى نجاحك في الرجيم او فقدان الوزن يعتمد على مدى الالتزامك بالعادات الصحية في النظام اللي انت بضعته لنفسك والجميل في الالتزام اخواني الفاضل انه هو معتمد على شخصيتك يعني قرار شخصي وليس هو قرار مرتبط باستراتيجية او تولز معينة او تقنية معينة هو مرتبط فقط على الخصاص الشخصية الخاصة بك او على قدرتك الشخصية او على مدى الالتزامك عشان هيك احنا بنحكي انه ما يميز الناجحين والفاشلين هو القرارات الشخصية المبنية على وعي بذاتهم عشان هيك بنقول لك تجد انه مثلا في القطاع الحكومي او مثلا في وزارة او في مؤسسة انه هناك مثلا شخص ناجح في بيئة فاسدة وهناك ايضا مثلا شخص ناجح في بيئة ايضا مثلا فاشل او في بيئة فقرة وهكذا يعني الالتزام هو مبني على قرار شخصي وليس على قرار مرتبط بتقنية أو باستراتيجية معينة وخليني أخي الفاضل أوضح لك بعض التقنيات الخاصة أنه أنت تكشف نفسك هل أنت شخص ملتزم أم لا هل لديك الاستعداد أنه أنت تكون راديو ملتزم أم لا هذه الأسئلة جاوب عليها واحترف أنه أنت شخص ملتزم أم لا واحد هل لديك أهداف هل هذه الأهداف واقعية هل أنت دائما لديك الحماسة والنشاط والدافعية والتحفيز أنه أنت تشغل من أجل هذه الأهداف اللي أنت وضعتها لنفسك هل هذه الأهداف واقعية وهل أنت بتحب تعمل من أجل هذه الأهداف وعندك شغف وحب أنه أنت تقوم تشغل هذه الأهداف وهل تركز من بين أعمالك على هذه الأهداف في نشطاتك الرئيسية إذا كانت إجاباتك بنعم فأنت لديك الاستعداد لأن تكون رجلا ملتزما وخلينا أحكي لك أيضا أنه أخي الفاضل هذه الأهداف لازم تكون على المدى الزمني الطويلة وتكون واقعية وتكون حقيقية وأنه أنت تشغل بإخلاص فيها إذا كانت هذه الأهداف موجودة وأنت بتشغل عشانها فأنت بعتبر أنه أنت إنسان ملتزم أو بتقدر دول أنه عندك أخي الفاضل استعداد للالتزام ولصفات الالتزام وبالتالي النجاح وهناك عبارة رأيق قالها أحد المحافزين تدل على الالتزام لو تصفت بهذه الصفات أخي الفاضل هذه بتدل على أنه أنت شخص ملتزم وهي اعمل بينما ينامون تعلم بينما يحتفلون ادخر بينما يصرفون ثم عش كما يحلمون لو أنت تصفت بهذه الصفات أنا بأكد لك أنه أنت رجل ملتزم وخلينا أختم معاك حلقة هذا اليوم أخي الفاضل بنأكد على أنه الالتزام هي صفة ضرورية ومهمة جدا لأي رجل ناجح وخلينا أحكي لك أيضا أنه هذه مهمة جدا وصفة لأنه تتجاوز العطارات والإخفاقات والمشكلات اللي هي بتواجهك وخلينا أحكي لك تكنيك أو علامة رائعة تدعى لأنه أنت شخص ملتزم أم لا الشخص الملتزم إخواني الفاضل إذا واجهت مشكلة أو عقبة أو فشل دائما هو يبحث عن الحل ويجد البديل ويعيد يعني التصور لهذه المشكلة ويعمل على حلة ويتجاوزها بسرعة بينما أخي الفاضل الرجل غير ملتزم دائما يذهب ويبحث عن المخرج والملاذ الآمن ومباشرة يخرج بسرعة من هذا المعزق عشان هيك بنقول لك هذه الصفة ضرورية وبتبيزك أنه أنت رجل ناجح أم لا ودعني أختم بشعار مهم جدا أخي الفاضل أنه الإنسان يجد عما يبحث عنه إذا أنت بحثت عن السعادة سوف تجدها بحثت عن الرخاء سوف تجده بحثت عن الوفرة المالية والاستقلال المالية سوف تجده إذا بحثت عن الكآبة والفقر والحزن سوف تجده أخي الفاضل فخلي شعارك دائما أنه أنت تجد الشيء الرائع والشيء اللي بحقق لك أهدافك وشوفكم في حلقة جديدة وفي فيديو جديد وانتظرون في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته